نواصل حل تمرين متتاليات ومع التمرين رقم اثنان أجب بصحيح أم خطأ مع التعليل عن التمرين الثاني المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي بهذا الدستور بهذا الدستور من أجل كل معلتها آن هي متزايدة هي متتالية متزايدة أول شيء لمعرفة المتتالية أو متزايدة أو متناقصة معناه ندرس اتجاه التغير وهناك طرق كثيرة سنستعمل الطريقة الأولى الفرق بين حدين كيفيين متتاليين حل التمرين الثاني دراسة اتجاه التغير متتالية بالطريقة الأولى الفرق بين حدين كيفيين متتاليين الإجابة بصحة أو خطأ مع التبرير سؤال غير مباشر إجباري هذا التبرير صيغة رمنية تقدر بالإلزام دستور المتتالية هو هذا نحسب الفرق بين حدين متتابعين إي آن هو هذا إي آن هو هذا إذا كان آزائد واحد هنا يصبح هذا إي آزائد واحد الآن السطر الثاني كيف حصلت عليه هناك عامل مشترك هناك عامل مشترك هذا الشكل من هو العامل المشترك؟ هذا إثنان أسان هذا إثنان أس آن في إثنان أس واحد إثنان أس واحد هو إثنان تكون إثنان آن زائل إثنين وهنا ينقص آن من هنا إلى هنا إثنان آن نقص آن هو آن وتبقى هذه على حالها هذا المقدار موجب تماماً هذا المقدار موجب تماماً لأن آن ينتمي إلى آن أصغر قيمة هي الصفر هذه الصفر إثنين أو الصفر هو الواحد والصفر هنا يا تعود إثنان موجب تماماً كيف أقول؟ الفرق هذا الفرق هذا الفرق هذا يا وجدته موجب تماماً الفرق هذا وجدته موجب تماماً من أجل كل عدد طبيعي ينتمي إلى آن هذه من أجل كل عدد طبيعي ينتمي إلى آن نقدر نكتبها بالرياضيات بالرموز هكذا وهذه نفسها هذه إذن هذا الفرق موجب تماماً مهما كان آن ينتمي إلى آن وبالتالي المتتالية متزايدة تماماً على آن أول حاجة كلمة تماماً لأنها أكبر تماماً لو كانت أكبر أو تساوي أقول متزايدة ثاني حاجة على ماذا هي متزايدة؟ على آن ولكن في الصغة السؤال لم يذكر هذه التفاصيل قال المتتالية متزايدة هذا تجاوز واتفاق إذا كانت آن في الكتاب لا يقول آن هذه داروا اتفاق وتجاوز وبما أنها متزايدة تماماً فإنها متزايدة لماذا؟ لأن الصفر أكبر أو يساوي الصفر معناة هذه أكبر أو تساوي الصفر فهي متزايدة والخلاصة أن القضية الثانية صحيح بهذه الطريقة ينتهي الحل التمرين ربما ألاحظ هناك لكن نقدر أن نفصل شوية بهذه الطريقة إذن 2 أس آن زائد واحد من خواص القوى هي إثنان أس آن في إثنان أس زائد واحد عندما يخرج إثنان أس آن عام المشترك عندما يخرج إثنان أس آن عام المشترك هذه إثنان أس واحد توزع تكون إثنان تكون إثنان وتكون إثنان أس آن إنتهاي حل التمرين حل التمرين هو هذا انتهاي حل التمرين شكرا